قررت إدارة كاركوك الموافقة على استمرار الطلبة المسيحيين النازحين لدراستهم في جامعة كاركوك دون قيد أو شرط فيما يتم قبول غير المسيحيين في الموقع البديل لجامعة الموصل في المحافظة شريطة أن يكونوا من النازحين إلى كاركوك ويسكنون فيها بصحبة عوائلهم حيث طالب المسؤولون في المحافظة وزاة التعليم العالي تقديم الدعم اللازم لجامعة كاركوك قبول الطلبة لجامعة الموصل وجامعة الأنبار أن يكونوا مقبولين في دوام كاركوك في جامعة كاركوك أو مقر بديل لجامعاتهم في كاركوك للدوام هناك وأيضا المسيح أو الطائفة المسيحية غير مشمولين بهذا القرار لأنهم من أي مكان كان نازح ومشمول لكن فقط يشمل نازحين الأنبار والموصل إلى كاركوك وأشار الكثير من الطلبة المسيحيين أنهم لا يستطيعون الاستمرار في الجامعات الواقعة في أماكن غير مستقرة مؤكدين أنه يمكن لكاركوك جمعة شاملين فيما أعلن المسؤول الكنسي المشرف على طلبة المسيحيين أن الكنائس لم تعد تتسع لهذه العداد الكبيرة من الطلبة نحن عدد كبير من الطلاب المسيحيين الذين كانوا لدينا مشكلة بالدوام لأن تعرف الوضع الذي صار بالفترة الأخيرة فصارت بادرة من جامعة كاركوك بأنه تستضيفنا بعد القرار هذا بيقبول الطلاب سيكون العدد بحدود 1700-1800 طالب فالكنيسة تكون عاجزة على تقديم الخدمات أو المساكن للطلاب جميعا فنتمنى من الحكومة المركزية في بغداد أن تراعي هذه الشريحة من طلاب المسيحيين المنظمات المسيحية أكدت أن مثل هذه الخطوة تحد من هجرة الشباب المسيحي إلى خارج العراق حيث قالوا أن هذه الإجراءات ستوقف هجرة الشباب المسيحي في ظل الهجرة الواسعة التي شهدتها المناطق المسيحية المسيحيين وتقريبا الغالبية العظمى هاجروا وخاصة بعد أحداث الموصل نحن من هالمنطلق كان سعينا على أنه الشباب المثقف الشباب الوعي الشباب ذو النخبة أنه يحاول أن يتوسك يتمسك بأرضه والبقاء فبالتالي نحن يجب أن نجد كيف فرص أن هذول الشباب نخليهم يتمسكون هذا التمسك يسير عن طريق شنو؟ أولا عن طريق الطلاب بأنه ممكن أن نخليهم في جامعات عد أهاليهم قريبين أو في محافظات تكون مستقرة آمنا سورا داودي الحرة كاركوك